اشتركوا في القناة 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 توقعت هادهشهادا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالنسبة لفرنسا كل شيء راه كان واضح وبين من خلال تصرف الحكومة الفرنسية في السنوات الأخيرة طريقة التعامل الفرنسا هم مواطنون فرنسيون ولدوا في فرنسا وترعرعوا في فرنسا وما تستطيع فرنسا تحيدهم ولا تنحيهم هذه الناس ناس فرنسيون لكن مهمشون الدروس اللي كانت تعطي فرنسا للعالم هي خصوة اللي يعطيها الدروس فشنو دارت فرنسا هاد النس هدول كي تزادوا كي يكبروا من عرق آخر داخل فرنسا هم مواطنون فرنسيون ويوما بعد يوم كتكتر العنصرية فرنسا ضدهم فكان غدي يجي غدي يجي نهار اللي غد تكتر القطرة اللي غد تملأ الكاس فهذا الأخبار لهذا المعلومات اللي كتمشي لهذا الكهنة وهذا المشعويدين هي مبنية أساسا على الحقائق والوقائع وشنو غدي يوقع مدام الكاس كان عامر الكاس ديال فرنسا كان عامر كانوا كي ينتظروا القطرة اللي غدي تفيد الكاس وبما أن هناك شرطة عنصرية بما أن هناك كراهية توجه المهاجرين وبما أن هناك مهاجرون اللي وصلهم حتى الهناية وعايشين التهميش كان غاية يجي نهار اللي غاية يفيد الكاس وغاية ينفجروا وهذا الشيء دراه قناه كذلك في القناة ديالنا المتواضعة ففرنسا حاليا كانت تكبد خسائر حوالي 8 ديال المليون ديال الأورو سيتسبب استهداف 12 حفيلة وتدميرها في ضحية أوبر فيلي في باريس وفي مدينة مارسيليا تم إحرق 156 صندوق مخصص للقمامة وتعرضت 14 سيارة للحريق وتضرات عشرات الشركات بحسب عمدة مارسيليا بنوا بايان وفي مدينة سروبيي شمال فرنسا تحرق عقار تجاري بالكامل فيه مئات من الموظفين وتم إغلاق المنطقة أمنيا حول المبنى بسبب خطر الإنهيار وانشرت الحكومة الفرنسية 40 ألف شرطي ودراكي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم 5000 باريس والضواحي ديالها القريبة لمواجهة أعمال شغب مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء الماضي فهنا هذه الخسائر كاملة وفي ظل هذه الشيارة كاملة اللي واقع فرنسا تخذ فيديو لإيمانويل ماكرون وهو يرقص هو وزوجته المراهق إيمانويل ماكرون وكما قلنا لكم فاشكت تعطى الأمور لغير أهلها انتظر الكوارث توقع فالناس الشعب كيحتج شفنا في منابر توصول الاجتماعي فيديو لإيمانويل ماكرون في ظل هذه الاحتياجات وهو يرقص على ما يقع في فرنسا كيف شرعه الشعب الفرنسي حاليا لكن وحنا كانت تحدثو على الشعب الفرنسي نتحدثو كذلك على الأوروبيون والإعلام الأوروبي كيف شافت شي هذا وشنو كيقول على فرنسا سنبدأ بصحيفة البايس صحيفة البايس قالت أن ماكرون يقود فرنسا إلى الهاوية بعدما تفككت البلاد في عهده اجتماعيا كتبت صحيفة البايس الإسبانية اليوم السبت أن مقتل شاب نائل على يد شرطة ومناخ تمرد الذي ينتشر في ضواحي جميع المدن الفرنسية الكبرى تقريبا يؤكد مرة أخرى خطورة الوضع الاجتماعي والهوياتي في فرنسا معتبرة أن البلاد على حافة الهاوية الاجتماعية وقال الصحيفة إن ما حدث له دلالة كبيرة على المسافة المتزايدة بين الدولة وجزء كبير من الساكنة وخاصة الشباب وهذا هو الأمر اللي قلنا لكم المشعودين والكهنة خداوا تعليمات بشي تحدثوا عليه لأن فرنسا بدسك تخلق واحد الفارق طبقي لما يمكنش يكون داخل دولة أوروبية من أهم الدول الأوروبية مثل فرنسا فالكاسخ الصيفيد إن فرنسا قادي تعرف هذا الشيء هذا اللي وقع طال الزمان أو قصر والتشاردهم الاجتماعي على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة ما جاتش تدير الاستثمارات الضخمة وأنت عندك تهميش اجتماعي في البلاد ما جاتش تغنى بحقوق الإنسان وأنت عندك عنصرية في البلاد ما جاتش تعطي الدروس للدول المجاورة وأنت خاص ليعطيك دروس تبعت البايز بالقول لقد تفككت البلاد اجتماعيا ربما بشكل لا رجعت فيه خلال العقود القليلة الماضية والشرائح الاجتماعية المهمة شاف في الأساس منحذرة من الهجرة الجيل الثاني والثالث والرابع مضيفة أنه في مواجهة هذا الوضع المقيت من الصعب العثور على جواب قابل للتطبيق في غضون ذلك تضيف اليومي الإسبانية تنتشر العنصرية وتتوسع ترسانة القمع القانونية من عام لآخر مما أدى إلى تعسف الشرطة الذي لم يسبق له مثيل منذ عقود قاتلت الشرطة 27 شخصا في السنوات الثلاث الماضية والدولة التي أطلقت العيناء لاتشر ذوم الاجتماعي غير قادرة حتى على كبح ممثلي الشرعية الديمقراطية وخلصت الباييس إلى القول إنه نتيجة لهذا الوضع فرنسا قريبة للأسف بشكل خطير من حافة الهاوية هذا هو المقال ديال جريدة الباييس لكن مش فقط جريدة الباييس بل هناك كذلك جريدة أو صحيفة بريطانيا أخرى تقول أن فرنسا قد تنفجر قريبا وماكرون لا يلوم إلا نفسه هذه بريطانيا هذو الجيران ديال فرنسا هم اللي كي تحتو بها الطريقة هذه وهذا الجريدة البريطانية كذلك تقول أن ماكرون لا يلوم إلا نفسه قالت يومية التليغراف البريطانية إن فرنسا تواجه صيفا من الاضطرابات التي أشعلتها أعمال عنف الشرطة وانتشرت في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى انقسام دولة دولة تشهد استقطابا متزايدا ويوضع الرئيس ماكرون أمام احتمال خسارة ريهان المئة وذكرت بأنه قبل شهرين وعد الرئيس فرنسي المتلنح بعد المعركة المريلة لإصلاح قانون المعاشات بأنه سيعيد تقويم وضع حكومته في 100 يوم من الإجراءات طموحة للتوظيف والتعليم والعدالة محددا أنه يريد تجديد صلة بفرنسا العميقة البلد الحقيقي بعيدا عن النخبة الحضرية التي ينتمي إليها هو بنفسه وكتبت لكن قتل الشرطة يوم ثلاثاء الماضي للشاب يبلغ من العمر 17 سنة من نانتير أثار الغضب وأعمال الشعب ويبدو أن هذه الواقعة تضيف اليومية قادرة على أن تؤدي في فرنسا إلى تكرار صيف 2020 في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد وتحدثت عن مدن تحت الحصار وتململ العلاقات العرقية وتوتر اجتماعي قد يأتي على ما تبقى من الميثاق الاجتماعي بالنسبة لغالبية الفرنسيين دولة فخاتي غنيتي دولة إيغاليتي كتودي التمن شنو هو السبب؟ كل شيء يلقي اللوم في كل دول أوروبية المجاورة تلقي باللائمة على إيمانويل ماكرو أما في الخبر الموالي فقد نبقوا في نفس الموضوع وقد نتحدثوا على شهادة مؤثرة مؤلمة لوالدة الضحية هو شاب صغير جدا في مقتبل العمر سبعتاش لسانة سبعتاش لسانة سبعتاش لسانة وخاتي قولي اللي قلتي لي شتل بعض في تعريق يقول لا كان خصو يمتتل لا كان خصو يدير مكين شي مبرر لتصفيته سبعتاش لسانة قاصر هذي هما دول أوروبية لي كي حيدوا الدراري الوليديهم حيتاش كي يتعاملوا معهم خائب حسب قولهم كي يديهم المراكز باش يربيوهم كي يصفيوا هذا الدراري هذو وهما في أقل من سبعتاش لسانة هذه هي الشرطة اللي قصة تحمي القصر هذه هي الشرطة اللي قصة تحمي هذا الطفل هذا هي اللي صفتها لفين؟ في دولة حقوق الإنسان دولة الديمقراطية التي تتغنى بالديمقراطية نحن الدول دينا ما كتعرفش حاجة اسمية هالديمقراطية دول العالم الثالث دول اللي كتظلم يستحيل يستحيل وكانت حدى اي واحد يقولها لي الشرطة في المملكة المغربية يصفيها الطفل في مقتبل عمر 17 سنة يستحيل يستحيل تحدى اي واحد الشرطة هنا كتتعامل بما يرضي الله بما يرضي الله فاش تراري صغار كيفوتوا القياس ديالهم كيحبسوهم بطرق اللي هي حضارية فهنا قبل ما يجيوا يعطيوا الدروس للعالم يشوفوا أنفسهم كيف اجدروا هذه السيدة نشوفها اشقلت والتفاصيل عدلت ودي لدات الفتاة نائل الذي قتل برصاص الشرطة خلال عملية تفتيش على الطريق بنانتير في ضواحي باريس بشهادة مؤثرة لبرنامج سيتافو على القناة فرانس سينك وقالت رأى وجها عربيا في إشارة إلى الشرطة للطفل الصغير فأراد أن يسلب حياته فقط هذه الكلمات يتحدث بها شاف وجه عربي للطفل ناشئ فأراد أن يسلب حياته قالتها أمام ملايين الفرنسيين وعضفت لم يكن مضطرا لقتل ابني كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للقيام بذلك رصاصة من هذه المسافة القريبة من صدره كانت هناك طرق أخرى لإخراجه من السيارة متسائلة إلى متى سيستمر هذا كم عدد الأطفال الآخرين الذين سيقتلون على هذا النحو وطالبت بأن تكون العدالة حازمة مع قاتل ابنها وأن تكون العقوبة على قدر الجرب المرتكب وليس بعد ستة أشهر يكون الشرطي في الخارج ويأتي صريح والدة القاصر في الوقت الذي تتهم فيه الشرطة الفرنسية من قبل عدة منطمات حقوقية بممارسة العنف والعنصرية وآخر ما تحدثنا عليه أمس هو الأمم المتحدة بحدتها دخلت على الخط وطلبت من فرنسا أنها تنهي العنصرية سبح الله العظيم أرادوا تشويه المغرب بالتجسس أرادوا تشويه المغرب بقام حرية صحافة والإعلام فشويه أمام العالم والذات الشهدية لهم وصلت للأمم المتحدة على الأقل ما قاموا به ضد المغرب من تسويتي داخل البرلماء الأوروبي فانحصر فقط على المستوى الأوروبي وليس على المستوى الدولي ما كملاش ستة أشهر ما وصلاش ستة أشهر من اللي حركوا البرلماء الأوروبي تسويتي ضد المملكة المغربية وإيمان وماكرو يتبختر وهو يعني مسرور أنه دار شي حاجة ضد المغرب لكن الله سبحانه وتعالى أردت له صفعة صفعتين ولت السمعة دي الفرنسا متسخة ولت سورة دي الفرنسا متسخة في عهده في عهده والناس كلها خرج الشوارع ما خرجش من الأولى اللي كانت من أجل قانون تقاعد إلى الثانية اللي هي من أجل مقتل طفل في عمر الظهور فسبحان الله العظيم يكيدونك إذن والله سبحانه وتعالى هو اللي عالم بالقلوب وكما كان قولوه بلاد الشرفة ما غديش تفوتهم عليها هكك وما غديش تخرج لهم سالمة من بلد الشرفة جنيه استيرليني سنة 2022 وطبيعة الحال في ظل هذا الشيء هذا كامل اللي واقع مع الاتحاد الأوروبي محكمة العدل البريطانية خرجت وقالت بصوت يعني بصوت عالي أن الصحراء مغربية وأن البوليزاريو مجرد جماعة تريد مس بالمصالح ديال بريطانيا وديال الدول التي لها شراكة مع المملكة المغربية هذا الطلبة ديال بريطانيا خلات الأوروبيين وكن أكد لكم الإخوان خلات الأوروبيين كيفكروا مئة ألف مرة كيفاش غيرتعاملوا مع الوضع وكيفاش يرجعوا العلاقات ديالهم مع المغرب وتحديدا من بعد القرار ديال محكمة العدل الأوروبية اللي وقفزت المصالح ديال الأوروبيين ككل واللي بسببها إسبانيا راها كتعاني حاليا راها كين احتجاجات في جزء القناري في منطقة قاديس الإسبانية بالجنوب الإسباني كل الصيادة يعني يدقون ناقوص الخطر وشنو السبب؟ السببب هو مرتزقة البوليزاريو مجموعة إرهابية كينة في المنطقة قدرب المصالح إحدى الاتحاد الأوروبي والأوروبيون مكتوفوا الأيذي في حين بريطانيا رضت وجوبات بصوت عالي وقمعات المرتزقة قمعات المرتزقة بمحكمة العدل البريطانية سوف نرى أشجال وزير الدولة البريطانية الإعمال والتجارة نايجل هادلستون قال يوم الخميس بأن المملكة عازمة على تعزيز مبادلاتها التجارية مع المغرب التي ضعفت تقريبا الضعفت تقريبا للعام الماضي وأبرز المسؤول البريطاني أنه في سنة 2022 أنجزنا مبادلات ثنائية بقيمة 3.1 مليار جنيه استيرليني بزيادة وقارب 50% عن العام 2021 مؤكدا أن لندن تعتمد على اتفاق شراكة مع المغرب لتحفيز هذه المبادلات بشكل أكبر بغاو يضربوا هذا الاتفاق دير الشراكة ما بين بريطانيا والمغرب وما يريد أن يضربوا مرتزيقة فبريطانيا لم يخرجت من الاتحاد الأوروبي من الفراغ بل خرجت من أجل مصالحها لم يأتي أربعة الشلابية اللي قلسين في ذلك المنطقة هذيك بغين يرونوا المنطقة بأوامر إيرانية بأوامر كرغولية بأوامر فرنسية كذلك كما تسمعوا متابعين الكرام باشي أطروا على المنطقة لأن فرنسا خارجة من إفريقيا وهي بحصراتها لأن المغرب حسن الأمر داخل إفريقيا فكان يعني دفع ميليشيات البوليزاريو لكن شنو القواه المرتزقة أكل عليه مدثهر وشاريب ندروع إلى خمسين سنة للوراء أيام الأمجاد ديالهم مع ليبيا مع الدول العربية المنافقة اللي يتخلاش بالنفاق على المغرب مع هذا شي هذا كامل القواه رسهم يعني أمام الهوان والأمم المتحدة بحد ذات هاي كما يقول القانون الدولي والأمم المتحدة وتصفية الاستعمار وهذه الهلوة ديالهم قالت هالأمم المتحدة وقالها الأمين العام الأمم المتحدة مؤخرا في فرنسا في قلب فرنسا بعت الرسالة وقالها وقال أن الصحراء المغربية أخذت استقلالها سنة 1975 من الاستعمار الإسباني ما غاليش نزيدو نتكلمو هذا الموضوع حسيم الأمر يا مرتزقة حسيم الأمر الاتحاد الأوروبي قدامه أمرين هو إما ضرب مصالحه أو لا الرجوع الصواب وركوب قطار الصحراء المغربية للتنمية ما قدامهش كتر ندزل خبر الموالي متعينينا كرام والأخير وغيرا نتحدثه الاحتجاج من طرف المغرب على السعودية تحديدا وزارة الأوقاف المغربية تحتاج لدى وزارة الحج السعودية لماذا؟ على اختلالات شابة معاملة الحجاج المغربية الحجاج المغربية اللي مشوا في زيارة النبي قبر النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة الرحمن زيارة يعني لأداء مناسك الحج تعرضوا لمعاملة سيئة وكين منهم اللي يفقد الحياة دياله كين منهم اللي يفقد الحياة دياله في السعودية فنشوفوا كيفاش احتجت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية عبر مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية على الظروف المزرية للحجاج المغربة الذين مروا بها في فترة الحج لهذه السنة تكرفسوا على الحجاج ديالنا على المغربة الأحرار جاء في شكاية لمكتب شؤون حجاج المملكة المغربية موجهة لوكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج لدى المملكة السعودية اطلعنا على نسخة منها أنه من خلال تتبع ظروف الحجاج المغربة خلال مرحلة المشاعر المقدسة تم الوقوف على العديد من اختلالات في الخدمات المقدمة لهم ومنها ظروف الإقامة بمشعر مينان اعتدر حيث تم رصد ضيق المساحة بمخيمات مشعر مينان نتج عنه تكدس كبير إضافة إلى نقص الأفريشة المخصصة للحجاج رغما عن أن العقد الموقع بين المكتب وشركة إكرام الصيف للسياحة ينص على توفير فراش لكل حاج واحتجت الوزارة عبر مكتبها لشؤون حجاج المملكة المغربية على التغذية حيث كشفت في الشكاية أنه لم يتم توزيع الفاكهة بعد العصر حسب المتفق عليه وعدم تقديم وجبة جافة للحجاج بمشعر عرفات وعدم توزيع الفاكهة نوعان على جميع الحجاج بمشعر عرفات بالإضافة إلى عدم تقديم وجبة الفطور ليوم عشر ذي الحجة 1444 للحجاج بمشعر ميناء وعدم تقديم لبن ضمن وجبة الغذاء ليوم عشر ذي الحجة 1444 والاقتصار على توفير فاكهة واحدة عوض نوعين المتفق عليه إضافة إلى عدم توفير الملاعق لتمكيل الحجاج من تناول وجبة الكوسكوس وجاء في الشكاية أيضا أنه تم تسجيل نقص في عدد من وجبات الغذاء الموزعة على الحجاج يوم عشر ذي الحجة خصوصا بمركز 110 نقص حوالي 100 وجبة وعدم توزيع علب بلاستيكية على الحجاج بمختلف مراكز الخدمة تزدضمن محتويات لإعداد الشاي والقهوة وزيد 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 ما إلى ذلك من تجاوزات حق كل المغربي حر خرج لأداء مناسك الحج نذكركم الإخوان في اللحظة اللي كانوا الحجاج المغاربة خرجين هات السنة وسبح الله العظيم بطريقة استنائية اللي كان نظن عمرها كانت توجه صاحب جلال الملك محمد الساديس للحجاج المغاربة وقال لهم لا تجادلون أحد لا تجادلون أحد قضيوا المناسك ديلكم اللي يضر معاكم ما تجاوبوش شو ما غادين ما تضيعوش لحج ديلكم هنا في ذلك اللحظة هذيك كنت درج فيديو تحددت وقلت مجلش هد الكلام هذا من فراغ ومجلش هد توصية هذي من فراغ فعلى ما يبدو أن المغاربة مستهدفون مستهدفون حتى في أقدس الأماكن اللي كل المسلمين كيمشيوا باش يؤديوا فيها المناسك ديلكم قد نقولوا حاجة وحدة إلا كانت شي حاجة يعني غير مقصودة الله يسامح وإلا كانت شي حاجة مقصودة قد نقولوا حسبونا الله ونعم الوكيل في كل من أراد المس بمغاربة مغاربتنا أين محلوا وارتحوا هذه الأخبار دينا اليوم متابعنا كرام تمنى تكون قد كنتم وبخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم